حالات تسلل لكل وصحيحة ضد أتلاتيكو وأربعة حالات إتاحات فرص مناصفة بين الفريقين إذن الأداء التحكيمي كان ممتازا عودة انتحدثنا عن موضوع الوقت وضل ضائع حيث أحرز ريال مدريد هدفه أو هدف التعادل في الدقيقة الثانية و48 ثانية من المضافة طبعا الحكم كان قد أضاف خمس دقائق الدقائق الخمسة المضافة طبعا كان هناك اعتراض مدريد فريق أتلاتيكو سيموني عندما دخل يعترض ويسلم بأنه قد أضاف خمس دقائق غير مستحقة الخمس دقائق مستحقة هناك أربعة حالات تبديل في هذا الشوط هناك ثلاث حالات مخالقة أو بالأحرى إصابات توقف فيها الوقت الثانية إذن هناك يمكن خمس سواني فقط فيما يتعلق موضوع الهدف جاء في الدقيقة الثانية و48 ثانية بعد دقيقتين و48 ثانية الوقت للإصابات فقط دقيقتين و43 ثانية على الأقل تقريبا نصف دقيقة أو أقل قد يكون 20 ثانية أعتقد بأن الوقت المضاف كان وقتا صحيحا الحكم أضاف الحكم أضاف في الشوط الأول دقيقة و53 ثانية الشوط الثاني خمس دقائق و13 ثانية الشوط الإضافي الأول دقيقة و19 ثانية الشوط الإضافي الثاني 3 دقائق و7 ثواني المجموع 11 دقيقة و19 ثانية أعتقد كان الحكم أحيانا ومن الاتحامات أحيانا أخرى الحالة التي الأهم أعتقد قد تكون الأهم هي حالة تركي الجزاء الدقيقة المئة و20 من نهاية الشوط الإضافي الثاني وهناك دخول لكريستانو داخل منطق الجزاء وتعرض من جابي إلى العرقلة لاعب رقم 14 من فريق أتلاتيكو داخل منطق الجزاء وهناك حالة اعتراض من جودين طبعا كان يستحق عليها الإنذار رقم الجزاء صحيحة مئة بمئة نحن نتحدث هنا عن لعاقة كريستانو من المتابعة داخل العرقلة منطق الجزاء طبعا رغم وجود عديد من اللاعبين لفريق أتلاتيكو إذن رقم الجزاء صحيحة عند الدقيقة 120 وإضافة لذلك بأن نلحظ هذه عملية العرقلة هنا عند الدقيقة 120 كما ذكرنا يضاف إلى ذلك بأن كانت الهدف الرابع إذن لم يتأثر بفريق النتيجة لم يتأثر بالوقت النهائي من المباراة وتم طبعا تسجيل طبعا إعطاء رقم الجزاء منح رقم الجزاء وكان قران صحيحا والاعتراض أضاف له الإنذار كان هناك اعتراض من كريستانو عن حالة وجود لمسة يد اللمس موجود أن الكرة ملتسقة بالجسم الكرة لم يرفعها بعيدا عن الجسم لم يبعدها بعيدا عن الجسم لم يرفعها فوق الجسم هي كانت على الجسم تماما وكانت في إطار طبعا الحماية للذات إذن اللمس موجود لكن اللمس غير مقصود قرار الحكم صحيح أعتقد بأن الحكم كان على مستوى وراء وأدم وراء جيدة وأعتقد كان عادلا وخلفات أو في تقييم الوقت بدل الضائع وأعتقد التهاني لطاقم التحكيم الذي يدع هذا وراء ولكلا فريقين وخاصة ريال مدريد الذي توج جهده بانتصار في نهاية هذا اللقاء هذا ما كان لدينا من ملاحظات حول الأداء التحكيم لهذه الليلة نشهركم ونعود إلى زمين الأخضر في السيطاتنا في لشبونا فشكرا كابتن جمال شريف شكرا جزيلا إذن على هذه التوضيحات إذن هكذا فاز الريال ويستحق هذا الفوز بجدارة وسجل أربعة